بعد انسحاب التيار الصدري من المشهد السياسي قفز إلى السطح سؤال مهم وجوهري قد يلخص الأزمة الوجودية السياسية في العراق هل كان السيد مغتدى الصدر وحليفاه الديمقراطي الكردستاني والسيادة وسواهم من الداعين إلى مغادرة التوافقية والمحاصصاتية وإحلال نظام بديل يلب طموحات الجماهير على حق وهل الآن الأوان فعليا للتخلص من التوافقية التي هيمنت كنظام سياسي على حكم العراق 19 عاما تم اعتماد الديمقراطية التوافقية بعد العام 2003 لمقتضيات تنسجم مع الواقع العراقي وتراعي خصوصيته ومن مغررات اعتماده ضمان مشاركة جميع المكونات في الحكم وفق النسب السكانية والتمثيل السياسي وعدم استئثار مكون على السلطة كان هذا الاتفاق غير المكتوب حلا أمثل يوم ذاك فشملت التوافقية والمحاصصاتية كل شيء بما في ذلك الرتب العسكرية والدرجات الوظيفية فرضت الولايات المتحدة الأمريكية وبحكم تأثيرها في العراق هذا النظام بموافقة الجميع وأوجدت أعرافا لتقسيم الرئاسات ويشير الدكتور عقيل عباس التدريسي في الجامعات الأمريكية إلى أنهم كانوا يتصورون بأنه سيستمر لفترة زمنية لا تطول ولا يأخذ شكلا دائميا كالذي يعتمد ولا يزال في لبنان مثلا وذلك بعد أن تترسخ عوامل الثقة بين المكونات فتتشكل حينئذ قوى أو تحالفات عابرة لأي مسميات لم يتحقق هذا التصور الذي أشار إليه الكاتب وتشبثت بعض القوى السياسية بهذا النظام على الرغم من أنها تنزل إلى الانتخابات بقوائم مستقلة ومنفردة إلا أنها تلتقي في النهاية عند التوافقات والمحاصصات أما نزولها بقوائم منفردة فالغرض منه تحقيق مصالحها من السلطة بحسب عدد مقاعدها وفي حين حاولت بعض القوى النزول بقوائم عابرة للطائفية وفازت في الانتخابات عام 2010 إلا أنها اصطدمت بصخرة تفسير المحكمة الاتحادية للمادة السادسة والسبعين من الدستور لمفهوم الكتلة الفائزة الكبرى وهي الصخرة ذاتها التي منعت لاحقا تحالف إنقاذ الوطن من تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية بفرية الثلث المعطل لقيت مطالب الجماهير في احتجاجاتها التشرينية والمتمثلة بإنهاء التوافقية والمحاصصاتية صدا لدى ثلاث قوى سياسية تمثل المكونات الرئيسة وهي التيار الصدري والديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة وكانت هذه المطالب سببا في تغيير النظام الانتخابي وفي مقابل هذا واستنادا إلى شكل الصراع الديمقراطي على السلطة فقد كان هناك في الطرف الآخر مكون سياسي يضم قوى شيعية لها أجندتها ومعها قوى من العرب السنة والكرد يتشبث بالتوافقية والمحاصصة عمليا هذا الانشطار بين قوى المكونات الثلاثة أهل العراق للتحول من التوافقية المحاصصاتية المحضة إلى توافقية ديمقراطية أنضج وأرقى مرتبة وتتيح وجود موالات ومعارضة مع تقدير أن القوى الصغيرة والمستقلين سيلعبون دور بيضة القبان في الترجيح لكنه أضاع هذه الفرصة من جانب آخر يناقض الإطار التنسيقي أو الداعون للتوافقية المحضة أنفسهم بقبول استمرارهم بعد انسحاب التيار الصدري وربما انسحاب حليفيه عندها سيكون النظام أعرجا ومشوها بالفعل فلا هو بنظام حكم الأغلبية الفائزة بالانتخابات ولا هو بالديمقراطية التوافقية التي تراعي مشاركة الجميع وإنما هو أقرب إلى نظام ملء الفراغ بدون حق وانتهاز الفرصة السانحة